بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك سؤال يقول هل يوجد فرق بين كلام هذا الشيخ الشيعي الاثنى عشري جلال الدين الصغير وأحد أو أحد شيوخ حزب السنة الأموي العباسي الأخ جميل يسأل هذا السؤال طبعا هذا تعليق على خطاب معرف متى ألقاه الشيخ جلال الدين الصغير يقول فيه بأنه يعني يستفيد من حديث الإمام علي مشهور أنه لا بد للناس من أمير برا أو فاجر ولكنه يقول يعني الحاكم حتى لو ظالم ما يخالف خلي يجي خلي يبقى ويحذر من المستقبل يقول أنه الحاكم اللي راح يجي بعدين هل يرجع هل يرجع لكم حقوقكم سيكون أفضل من هذا الموجود وهو طبعا كأنه يتحدث عن المظاهرات الجارية في العراق هذه الأيام يقول بأنه يعني الفتن يحذر من الفتن الخداعة في الحقيقة يعني يبدو خلفية هذا الحديث هو الدفاع عن النظام القائم اليوم في العراق وفي اعتقاد بعض المشايخ أو بعض السياسيين حتى أن هذا النظام شيعي ويجب أن نحافظ عليه ومنقوم بثورة عالية ومنقوم بمظاهرات ومنز إلى أسقاطها وأيضا يعني وهذا أفضل شيء موجود فيقول أنه النظام القادم أو الحاكم القادم راح يكون أفضل لا يشكك بذلك راح يرجع لكم حقوقكم وراح يرجع و عفوا هذه فتنة اللي موجودة حاليا هذا المنطق فعلا يعني يذكرنا كما سأل الأخ جميل سلاتني يذكرنا بالمنطق السني القديم تعرفون يعني الحكام دائما سواء كانوا سنة ولا شيء عاعدهم منطق في الحكم الأحزاب اللي يتعارض والثور إلها منطق الشعب إلى منطق وهذه الأحزاب الثائرة المعارضة عندما تصل إلى السلطة سيكون لها منطق آخر دائما نشوفه الفكر السياسي السني يدعو إلى الوحدة إلى الهدوء إلى عدم التظاهر عدم الاعتراض عدم يعني انتقاد الحاكم وشفتوا هذا الشيخ عبد العزيز الرئيس الشيخ السلفي السعودي وسوف نتحدث عنه بالتفصيل أنه الحاكم لو شفتوه يزني بالتلفزيون عمام الناس أو يشرب الخمر لا تعترضوا عليه إنما انت قولوا الخمر حرام قولوا زنا حرام لا تجيبون اسمه لا تحرضوا من الناس عليه هذا منطق الحكم طبعا هناك درجات في في ناس يعني يبالغون جدا وفي ناس لا يقول لك مثلا يعني بإمكانك أيضا تعترض ولكن بشكل خفيف وكذا فالآن في الحقيقة يبدو أن بعض شيعة العراق وبعض الناس اللي يعتقدون أن هم شيعة ويعتقدون هم هذا النظام يمثلهم يقولون بأنه يعني خل ندافع عنا خل ندافع عن هذا النظام ونثبت الناس ونقولهم هاي فتنة وهذا طبعا مصطلح الفتنة موجود بالفكرة السياسي السني دائما كل ثورة هي فتنة وأحسن شيء ما نقوم بأي ثورة ولا حركة ولا تغيير ونبقى ساكتين وخانعين ونقبل بما هو موجود هذه مشكلة يعني أنه فعلا أنه إنسان يتكمص دور خصمة أو عدوة اللي هو ثائر عليه وإذا بنفس المنطق يقتل يذباح يعذب يضطهد يظلم ويقول لك أنا بعدني مثلا أنا أحمل الاسم القديم اللي أنا كنت ثائر وطالب العدل وطالب الإصلاح في الحقيقة أنا أدعو الشيخ الجرالدين الصغير وكل من يدافع عن هذا النظام أن لا يكتفي بذلك أن لا يكتفي بالحديث هذا إنما يبحث عن جذور الفساد وجذور الظلم الموجود في النظام في سرقات في نهب بصورة عامة وما النهب بيتعلق بالوزراء فقط أو المدراء إنما في الحقيقة يعني إلى درجات دنيا من الناس في حالة من الفوضى والنظام ضعيف والحاكم ضعيف والناس آمنين من الحساب والأقاب فلذلك يفعلون ما يشاءون النظام ضعيف إذن يحتاج نظام قوي ويجب أن نفكر كيف نأتي بحاكم قوي ولكن حاكم عادل مو حاكم ظالم أو ديكتاتور لا إنما حاكم ديمقراطي عادل وقوي وهذا ما يكون بظل هذا النظام الموجود حاليا هذا النظام منهار وفاشل حقيقة يجب أن نأتي بنظام رئاسي وننتخب رئيسا قويا ويمكن يكون شوية بديكتاتورية يعني مثلا ما يعجب كثير من الناس أنه سوف يستخدم القوة ويضرب يدي من حديد على أيدي السراق واللصوص والفاشلين فيمكن الناس ينزعجون يقولوا ها والله رجعتنا ديكتاتورية طيب الناس الآن دي يتمنون أن يرجع لهم الحكم العسكري يرجع لهم حاكم ديكتاتور يقول لك أريد واحد ظالم حتى يبني البلد ويحاسب الناس فهناك حل وسط نحن نرفض أنه الشعب يتهمش مرة أخرى ويكون بعيد عن القرار السياسي لأن الحاكم العسكري سوف يقود الشعب مرة أخرى إلى حروب وإلى مهاوي كما قادنا صدام نحتاج حاكم قوي ولكن عبر سناديق الاقتراع عبر الانتخاب المباشر فما يفيدنا نستخدم هذا المنطق السني القديم اللي كنا ننتقده ونقول ذوله وعض السلاطين الشيوخ اللي كانوا يأخذوا رواتب من الحكام أو يدافعون عنهم لأنهم يردون يحافظون عن النظام فيخدرون الشعب أنه هاي فتنة وانت قعدوا لتتكلمون لكذا والحاكم القادم راح يكون أسوأ من هذا ماني قال لك راح يكون أسوأ يمكن يكون أفضل فخلينا نتجنب هذا المنطق منطق شوخ الأنظمة وعض السلاطين وإحنا إذا كنا في اليوم من الأيام نعتبر نفسنا شيعة والآن نجينا للحكم فيجب أن نعدل ونبحث عن العدل لا أن نبرر الواقع الموجود ونخوف الناس من الثورة أو من الحركة أو من التغيير أو المطالبة بالإصلاح كلامي ليس موجها للشيخ الصغير فقط إنما هو الشريحة من الناس كان يقولون أن الحاكم الشيعي الاسم الشيعي يعني ولا يكون شيعيا في حقيقته أفضل من الحاكم السني وهذا أقلية موجودة أن بعض المشايخ وأن بعض الناس في العراق مع الأسف الشديد يجب أن نتخلى عنها ونبحث عن العدل في ظل أي نظام كان اسمه شيعي اسمه سني اسمه مسلم اسمه كافر نبحث عن العدل وتعميم العدل لكل الناس هذا هو واجبنا وهذا هو هدفنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا